إلى ذلك أعلن مجلس قضاء هيت في الأنبار أن القوات الأمنية استعادت منطقتين غربي الأنبار من تنظيم داعش وقال رئيس المجلس محمد الهيتين القوات الأمنية مدعومة بالحشد العشائري فرضت سيطرتها على بلدتي جبا والصاور بعد معارك عنيفة مع التنظيم وأضف الهيتيان الاستعدادات جارية لعملية عسكرية جديدة تستهدف السيطرة على مناطق وادي حوران الممتدة من هيت إلى مدينة الرطبة وصولا إلى القائم على الحدود السورية